اهلا بكو عزيزي طلب وطلبات التعليم الفني والنهاردة نتكلم عن مادة الالات نستكمل الجزء الخاص بعمليات الامرار وفي الحلقات اللي فاتت تتكلمنا وعرفنا الفرق بين انواع جهزة الامرار وعرفنا عندي السلبي وعند الايجابي النهاردة نتكمل كلامنا في الطرق الايجابية التقليدية كان عندنا جهازين في الطرق دي كان عند المضارب العلوية وكان عندي المضارب السفلية النهاردة هنتكلم عن المضارب العلوية الافقية وطبعا المضارب دي بيبقى مشابهة شوية في شكلها ليد الانسان يعني هي بتبقى ركبة علوية في اعلى المكنة بتتحرك بالشكل ده بتبقى بنازل منها سيرجل دي متصب باللتاشر من اسفل وده هنشوفها على الرسمات اللي تكون معنا النهاردة لما بتتحرك في الاتجاه ده طبعا بتحرك بشكل مركزي لها مركز مرتكز عليه فبالتالي بتتحرك حركة بالشكل ده فيه جزء بتفقده من قوتها فده طبعا يعتبر من ضمن عيوبها بسبب تدلي الشريط منها لغاية لما يوصل ليه المكان بتاعها على الدرج وده طبعا قدى ان هي بتطلع او بتفقد قوة من اللي هي مكتسبها من ضغط الكامة فبالتالي ده اثر كمان على السرعة بتاعتها طبعا بالنسبة لي قصف المكوك بسط المضارب الافقية زي ما قلنا هو من اقدم الاجهزة الميكانيكية الموجودة عندي فيه عمليات امرار اللحمة الانوال اللي بيشتغل عليها انوال محدودة انوال ديقة الاميشة اللي بيشتغل بيها برضو المكانة دي او بتساعد على الانتاج فيها بتكون منتجات يعني برضو محدودة مش منتجات غالية الاغلب يكون لها المكان الاحدث طبعا هي عملية الانسيق بالشكل الميكانيكي او بالشكل الالي هي تطور للشغل اليدوي يمكن ايام كدومها المصريين ما كانش فيه مكينات اه ميكانيكية ولا حاجة كانوا بيعتمدوا كل الحركة بتاعتها وكل التشغيل بتاعتها على المكان اليدوي طوروا في المكان اليدوي ووصلوا فيه لحاجات كويسة وكانت فيه سرعات مختلفة فيه لكن برضو اه ما وصلش للسرعة اللي شغل بيها المكان بتاعنا اللي هو وصل لده خلاصة هندخلين على 3000 حجفة فيه الديئة وده سرعة عالية جدا وضخمة جدا فيه الانتاج ولازم لها مكان مخصوص لكن تعال نرجع للمكينة اللي معانا النهاردة وهي المضارب العلوية الافقية المكينة دي ده شكلها طبعا عثناء عمليات التشغيل زي ما احنا ملاحظين هنا ان فيه مضرب علوي ده الحركة بتاعته احنا شايفينه وفيه مضرب تاني في الجهة الاخرى الجهاز متماسل اللي عليه الامرار في الجهة اللي مين بيكون هو اللي بيدرب المكوك والجهة التانية بتكون منتظرة لو لاحظنا هنا احنا شايفين ان المكينة عرضها بسيط دايق بالشكل الكبير اللي انت ممكن ان انت تشوفه عندك فبالتالي المكينة عرضها بسيط الانتاج عندي بيكون قليل الاجهزة اللي بتكون منها المكينة بسيطة بس يعني زي ما تقول كده ايه ما كان بتعمل نسيج وخلاص سرعة بطيئة وانتاج محدود الانوال دي بتستخدم في ايه بقى بتستخدم الانوال الالية زي المضرب العلوية للنزج المشى الخفيفة والمتوسطة وفيه الانوال المجهزة بقلبات دائرية طبعا يبقى لها نوع معين من الادواء اجزاء الجهاز بقى عندي وده الاهم عندي وتعالوا نشوف اجزاء الجهاز ونخلي بالنا من الرسم اللي هتكون معانا دي دلوقتي اول حاجة هنا عندي نمرى واحد الرسم لازم نرسم عشان نقدر نحن نستوعب الجزء ده من المنهج بتاعي وطبعا مادة الالات بترتبط بحاجة مهمة جدا وهي رسم الجهاز اجزاء الجهاز حركة تشغيل اتلعت حاجات دول بخلاف اي حاجة تانية احنا بنتعلمها عندنا لازم اكون عارفهم كويس فبالتالي لما باجي ارسم الرسم بتاعي قبل ما نتكلم عن الاجزاء بارسم الاول الدايرة بعد كده بارسم الكامة وبارتكز الاول بحط الدايرة دي الاول وهحط المسطرة وارسم العمود بتاعي وارسم الاعدة بتاعة عمود الشمعة وبعد كده بطلع معي بعمل الجزء الخاص بالجلب هنا وبعد كده بعمل اللي اياي وبعد كده بعمل الجلبة الرئيسية الكبيرة دي اللي هو الجزء اللي بستنت عليه او اللي بيتسبت عليه العمود كمحور يعني لحركته بعد كده بطلع للترسين اللي هما بيمسكوا المضرب الخشبي في النص هنا ده المضرب الخشبي بتاعي وبعد كده في الطرف بتاعه هنا نلاقي ان في حاجة ملفوفة كده اربع خمس لفات عليه وده بيكون الشريط الجلدي شريط الجلد ده مثبت من طرفه هنا وملفوف كذا لفة ومتدلي من المضرب وواصل لغاية اللطاشة واللطاشة ليها مجرى بتتحرك عليها داخل الدرج وطبعا لازم يكون المكوك مرتكز على اللطاشة في انتظار الحدفة بتاعته تعال بقى نتكلم على الأجزاء بالتفصيل أول حاجة دائرة الداخلية دي هي العمود السفلي بعد كده الدائرة الخارجية دي اللي هي ليها بوز هي دي كامة القصف بعد كده بيقابلني هنا حاجة مدورة دي اسمها البكرة المخروطية وفي بعض الحمد نسميها التومة في العملي بعد كده عندي هنا عمود الشمعة ومن أعلى عمود الشمعة في جلبة الياي والياي وهنتكلم عن الياي دوت في حركة التشغيل هنعرف وظيفته إيه في المكناة دي أو في الجهاز ده بعد كده بنطلع لفوق عندي ترسين اللي هما مسننين ومسكين مضرب الخشبي بإحكام من أعلى وأسفل عشان ما يتحركش مسبتينه وبعد كده المضرب الخشبي والسير الجلدي أو زراع جلدي 13 زي ما احنا بنسميه وبعد كده 13 وطبعا بعد كده عندي الدف والجوزاء وبقية الأجزاء الخاصة بالدف طيب بالنسبة بقى ليه هنا ده كان شكل الجهاز طيب وهو جهاز ده كده بالشكل ده أنا أقدر أطلع منه حركة تشغيل آه لو أنا فهمت حق الشكل بالزبط هقدر أطلع حركة التشغيل من الجهاز طيب تعالوا كده نتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي الماكنة الماكنة أثناء التشغيل بالنوع ده هنا طبعا ده نوع تاني من الماكينات وبستخدم برضو المضارب العلوية هنا طبعا زي ما احنا شايفين الشريط الأبيض اللي بتحرك قدامي ده هو ده الشريط الجلدي المسؤول عن تثبيت مع اللطاشة هنا ده اللطاشة الشكل اللي قدامي ده كان اللطاشة وهي بتخرج أو بتضرب المكوك هنا المكوك مستقر تبدأ اللطاشة تاخد القوة تبدأ تضرب المكوك بيتير المكوك في وسط النفس بالشكل ده كده احنا شفنا الحركة بتاعته ويحنا شايفين هنا ان العمود بتاعي المتصل بالزراع موجود في مكان داخل ايه المكوك بس يعني منفصل حركته بتنفصل عن حركة المكوك وبياخد بس السرعة بتاعته أو القوة بتاعته من الكامة وبيكمل شغله مع المكوك طيب هنا طبعا شايفين المكوك عن سرعتها محدودة انا في السرعة العادية اصلا انا شايف الحركة وقدر اميز حركة الجهاز في السرعة البطيئة بسبب حركته البطيئة دي انا ما بقيتش عارف اشوف الحركة بتاعتي فبالتالي لو نلاحظ حتى في بعض الاحيان احنا كنا في المدرسة عندنا كان ممكن والمكوك الشغالة طبعا هنا الجهة التانية فيها نفس الجهاز ونفس الشكل المكوك وهي شغالة انا اقدر امسك الدف وحرك به هنا طبعا ده شكل المكوك اللي بيشتغل على النوع ده من المكينات وهنا فيه فرق بقى ما بين المكوك اللي هيشتغل على النوع ده واللي هيشتغل على النوع اللي بعديه انا عندي المكوك لازم يكون مفرغ من النص عشان احط فيه مصورة اللحمة بس عندي مكوك بمردن ومكوك بدون مردن فيه مكوك بمردن والمردن ده عبارة عن اصبع معدني بعشق فيه البقرة او المصورة اللحمة بتاعتي وابدأ ان انا اقفله داخل المكوك بتاعه وتتم عملية التشغيل ده نمرة واحد اللي هو ممكن يشتغل على النوع ده من المكا طيب النوع التاني النوع اللي بيستخدم الماسك تبع على حرف يو الماسك بالشكل ده كده معدني الشبه اللي يشبه اللي هي او هو عبارة عن ضاغط بيقدر ان هو طبعا هو مصنوع من معدن صلب فبالتالي هو مضغوط اول ما انا بضغط عليه او بنزل عليه المصورة فيها حلقات معدنية وطبعا نشوف شكل المصورة ان شاء الله مع النوع التاني من المضارب بس بتكبس المصورة على الماسك ده وبيفضل ماسكها طول فترة التشغيل طب الفرق ما بين المكوك اللي فيه ماردن والمكوك اللي فيه من غير ماردن وهل المكوكين ينفعوا يشتغلوا على الماكينة دي ولا لا اللي بماردن ينفع واللي بين غير ماردن لو حجمه مضبوط على الماكينة ينفع طيب وإيه الفرق بين الاتنين لكن هو لو الدرج بتاعي يشتغل عليه ينفع يركب عادي ما لهو معمول ايه؟ معمول لمكينة فيها جهاز اسمه بيتري بيقوم بتغيير المصورة أثناء عملية تشغيل المكينة طول ما المكينة شغالة المصورة خلصت بيدرب على المصورة المليانة وينزل المكان المصورة الفاضية وبيرمي الفاضية الأسفل وتبدأ المكينة برضو شغالة المكينة متوقفش يبقى كل من خمس لسبعة دقايق الجهاز ده بيروح منزل المصورة مكان الايه؟ المصورة اللي فيديت الكلام ده هيتم ازاي؟ نأجله لما نوصل لشرح النوع ده من الأجهزة لكن تعالوا بقى على جزء مهم جدا أثناء عمليات التشغيل المكوك اللي فيه مردن لو راح على النوع ده من الأجهزة وحاب يبدل المصورة هضرب على المصورة أنا كده بضرب على المصورة فيه عمود معدن وأنا بضرب على المصورة هنزل بالمصورة المليانة على المصورة الفاضية وهضربها بقوة القوة دي هتخلي وجود السيخ أو حدة المعدن الموجودة ومتعشقة فيها المصورة بتاعت دي إن هي من الصدمة دي المصورة الفاضية تتكسر والمصورة المليانة اللي نزلة ممكن تتكسر والخط هيتلف فبالتالي مش هينفع أشغل مكوك بمردن على مكنة فيها جهاز بتري طبعا عارفين وشوفنا جهاز بتري عندنا في الورشة كتير فبالتالي هو دي شغلة الجهاز ده إنه بيغير المصورة أثناء تشغيل النول بيحس إنه ما يوقفش النول عشان العامل يوقف للإيه يغير المصورة طب النوع ده من المكينات لو بيشغل المكوك اللي فيه مردن لو المصورة فضيت إلا هيحصل المكوكة هتوقف لو فيها حساسات بقى بخرج المكوك من الدرج ومسكه بإيدي حطه قدامي وجيب مصورة مليانة جنبية أفتح المردن وطلع المصورة الفضية بإيدي وروح جايب المصورة المليانة وروح بركبها تاني في المردن واقف المردن واشيلي المكوك ورجعه فين في الدرج ليه وصفنا للحركة لإن اللي إحنا عملنا ده أخد وقت إحنا اتكلمنا فيه وقلنا بسرعة العامل اللي يوقف على الماكنة مش هيعمله بسرعة ده هيعمله على مهنة ده شغالة يسحب ويركب ويحط ويرجب تاني في قلب الدرج ده ممكن هو بيسحب ينسى أنه وجاب المصورة المليانة فيروح يجيبها خد وقت على ما يروح يجيبها ويرجع يركبها ده نسي لكن بقى لو كان الماكنة عليها جاهز بتاري المواضع هيختلف أنا هي اشتغلت المصورة اشتغلت أصلا خمس دقايق وخلصت وأنا عشان اغيرها خدتلي سبع تمن دقايق عشان تخلص التركيب أنا مش مش موتوماتيك هركب وهتشتغل لا هاخد وقتي فخدت عشر دقايق بس في تركيب مصورة عشان اشغل الماكنة يبقى الماكنة تشتغل خمس دقايق وتقف عشر دقايق ترجع تشتغل خمس دقايق تاني وترجع تقف عشر دقايق لما تيجي تشوف وقت تشغيلها طول النهار في الوردية هتلقاه شغالة تلت الوردية طب والتلتين التانيين فين مواسير ده بلسه بيخلاف الاعطال فهتلع الاعطال واخدة من تلت التشغيل كمان يعني فتلت قطعت فتلت ستقطعت وقفت الماكنة عشان اوصلها هاخد لخمس دقايق الكلام ده بيتم مرتين تلتة في اليوم في ربع ساعة طاره من وقت التشغيل الفعلي للمكينة يبقى انت لو انت شغال مثلا هنقول تسع ساعات شغال منهم تلت ساعات فعلي وفي ست ساعات تغيير مواسير الدنيا بقت بايزن مش طلع انتك فبالتالي مع التطوير وجدنا ان لازم يكون فيه جهاز زي ده وده زود سرعة الماكنة اللي هندرسها او الجهاز اللي هندرسه فيه مبعد تعالوا بقى نكمل الجزء بتاعنا ونقول انا عندي هنا حركة تشغيل المضارب العلوية حركة تشغيل جميلة جدا هنشرحها هنا الاول قبل نشوف الجرافيك بتاعها هنا بيقول لي بدوران الكارونك العلوي هو طبعا مش موجود قدامنا هنا بدوران الكارونك العلوي يدور تبعا له العمود السفلي فيضغط بوز الكامع على البقرة المخروطية فيدور عمود الشمعة جزء من ايه من محيطه لانه مرتجز على مركز فيدور جزء من محيطه وبفعل ضغط الكامع على البقرة المخروطية لما يدور جزء من محيطه هيدفع هيدفع المضرب الخشبي لداخل المكينة ده هيتولد عنه ايه بقى فتدفع لطاشا المكوك خد بالك انا اول حاجة هنا الكامع ضغطت على البقرة البقرة خلت عمود الشمعة يدور جزء من محيطه لما يدور جزء من محيطه مضرب الخشب يتحرك وندفع لداخل المكينة جاذبا معه شريط الجلدي جاذبا معه اللطاشا قاذفا المكوك تعرف تقول الكلمتين دول كده وراء بعض هنقولهم مرة تانية بدوران الكارنك العلوي دي حركة التشغيل بقى بدوران الكارنك العلوي يدور تبعا له العمود السفلي فيضغط بوز الكامع على البقرة المخروطية فيدور عمود الشمعة جزء من محيطه ليدفع المضرب الخشب لداخل المكينة لما يدفعه لداخل المكينة قال ليحصل ليجذب يبقى كده نمرة واحد يدفع ثم نمرة اتنين يجذب السير الجلدي ثم نمرة تلاتة يجذب اللطاشا لقصف المكوك في الحالة دي تم قصف المكوك يبقى بدوران الكارنك العلوي هدور تبعا له العمود السفلي فيضغط بوز الكامع على البقرة المخروطية ليدور عمود الشمعة جزء من محيطه ليدفع المضرب الخشب داخل المكينة جاذبا معه السير الجلدي جاذبا اللطاشا قازفا المكوك في وسط النفس كلمتين بساط وساطرين يكتبه احسن من عدد تقريب من مساحة الكتابة اللي موجودة على الجزء ده في كتاب المدرسي هلاقيه حوالي صفحة فمساحة كبيرة جدا للكتابة طب تعالوا بقى نمثل الكلام ده اكتر بقى عشان نشوف احنا هنا لسه ما شفناش كمان الحركة الفعلية بس هنمثلها الحركة اللي احنا قلناها دي عندنا كمان بيدينا اول حاجة عندي المضرب علوي بالشكل ده محتاج عشان المضرب يتحرك محتاج يكون فيه كامة بتضغط على بقرة الكامة هنا البقرة بالشكل ده ركبة في جزء زي كده ومفروض ان هي متلامسة دايما مع الكامة فالكامة بتيجي في جزء هنا بتروح ضغط عليها فبتروح دفعها الدفعة دي بتكون ترضى البقرة في اتجاه مخالف لما بترضى في اتجاه مخالف البقرة مش عادية ده عبارة عن عمود كده والبقرة ركبة عليه بالشكل ده لما البقرة دي بتتحرك في الاتجاه ده العمود بيدور ما انا بتحرك معاها اهو الحركة دي بتعمل ايه بتولد قوة للزراع الزراع ده لما بيخزن القوة دي بيخزنها وعايز يفرغها فبيتفرغ معاها مين او بتوصل لمين بتوصل للزراع الافقي فالزراع الافقي يروح داخل لداخل المكينة متعلق فيه السير الجلدي فبيروح طبعا هو متدل منه ومتعلق بالجزء الخاص باللطاشة فوهو داخل كده بيروح سحب مع السير وسحب مع اللطاشة طب احنا بنقول الجهاز ده احنا مش عجبنا ليه هو ايه السبب المضرب فيه سير جلدي متدلي المضرب واخد قوة القوة دي مفروض يدفع بيها اللطاشة القوة دي على ما توصل السير الجلدي بما انه هو مارن فبيتنخفض القوة لو هو داخل بسرعة مثلا مية كيلو في الساعة فعلى ما توصل السرعة لللطاشة توصلها خمسين من المية فبالتالي بافئت كمية من القوة بتاعت بسبب السير الجلدي عشان كده لجأوا للتطوير في استخدام المضارب السفلية لما ليجي نستخدم او نتكلم عن مضارب السفلية هنلقى الجزء ده اختفى منها بس تستعمل نفس التقنية طب خلينا مع المضرب انا كده فقدت القوة او ووصلت القوة بسيطة عشان ادفع بيها المكوك لما دفعت المكوك ده هو مش قادر يطير اكتر من متر هو اخر متر اخر سرعة ليه عشان يوصل للدرجة التانية واستقر مساحة متر فبالتالي هتلقى انه هو بيشتغل على المكينات اللي بيشتغل او بتعمل اقمشة كنزة او المكينات الكنزة الصغيرة فبالتالي يعني تسعين سنتي تمانين سنتي سبعين خمسين هيكون مقبول للتشغيل عليه اعرض من كده هو المكينة مفيش مساحة اصلا فبالتالي مش هقدر اشتغل عليه اما الارقام اللي بنشوفها لها المترين والتلاتة والاربعة والتمانية دي لها مكين تاني خالص وبالتدريج هنعرف المكينات اللي بتقدر تنتج العروض الكبيرة دي لكن مثلا لو انا عندي النوع ده من المكينات وعايز اشغله وعايز اشغل مكينة وعايز اشغل اماشة كبيرة عليه هشغل اماشة مزدوجة هتبقى طبقتين بس هيبقوا طبقتين ركبين مع بعض ولازم يكونوا مش هديني عرض لكن هديني قماشتين قماشتين خفاف ويكونوا فوق بعض فهعمل مترين متر فوق ومتر تحت ودي طبعا شغلين احنا كناسيج ازاي تقدر تشغل قماشتين على نفس المكينة بنفس المطوط السدى ده طبعا شغل بتم تنظيمه وتم ترتيبه مع الجزء الخاص بالتصميم او تركيب الناس جاي فبتالي ده اقصى طموحنا نقدر نعمله مع النوع ده من المكينة عشان حتى ازود سرعتها حتى على لا او احس ان انا عملت ومشتين على نفس المكينة لكن طبعا مش بيطلع بالشكل المطلوب برضو يعني ده حلم او ده فكرة بس يتعتبر تنفذها خيالي لكن طبعا عشان تتنفذ بالشكل ده حاجة تكون بالوضع ده منطلع طبعا للاحدث منها في المكينة تعالوا بقى نرجع تاني لحركة التشغيل ونقول هنا طبعا عندي زي ما قلنا ده كانت الوصف لحركة التشغيل على النوع ده من المكينة تعالوا بقى نشوف الجزء الاهم وهو الوضع على حركة التشغيل وكمان الجزء اللي احنا نسينا نقوله ولسه ما قلناهوش هو وضع الياي هو ايه وضع الياي في الموضوع ليه فيياي احنا قلنا بضرار الكرنك العلوي يدور تبعا له العمود السفل اللي هو الدايرة دي حطينا هنا الاسامة عشان نشوف بقى الحركة وهي عليها الاسامة فيضغط بوز الكامة على البكر المخروطية ليدور عمود الشامع جزء من محيطه ليدفع المضرب الخشي بداخل المكينة جاذبا معه زراع جلدة 13 جاذبا 13 قاذفا المكوك في وسط النفس الاجزاء دي لازم ترجع الوضعها الاساسي بعد كل حدفة يبقى فيه كلمة لسه ما قلناهاش وتعود الاجزاء لوضعها الرئيسي او الطبيعي او الاساسي بفعل الياي يبقى الياي هنا شغلته ان بعد ما المكينة بتقوم بعملية الامرار انا هنا ما بقاش عندي قوة ترجعها تاني للوضع بتاعنا بديه قوة عشان دي يضرب لكن ما فيش قوة ترجعه ما فيش بكرة مخروطية تانية وما فيش كامة تانية تساعد على ارجاع الاجزاء الوضعها الطبيعي لكن فيه ايه فيه ايه مرتبط بجلبة بعد ما الاجزاء دي بتخلص الحركة بتاعتها وتتم حتفة هروح ساحب الاجزاء دي تاني ومرجعها الوضعها الطبيعي انت كلما تعملوا حتفة انا هسحبكو الورا كلما تطلعها لقدام هسحبكو الورا تاني وده كانت شغلانة الياي في الوضع ده هاللحظ اليايات موجودة عندنا في النسيج بتعمل حاجات كتير جدا وموجودة مثلا في الدرج المكوك موجودة في استرجاع الاجزاء الوضعها الطبيعي سواء كان في المضرب ده وفي المضرب اللي بعديه لها شغل كتير جدا فوجودها مهمة جدا على الماكينات طب احنا كده عرفنا وفهمنا ازاي بتتم حرك التشغيل تعالوا نشوف بقى جزء تاني من حركة التشغيل وهيعجبنا اكتر وهو الجزء المكتوب عندي هنا بيقول لي عندي دوران الكرانك العلوي يدور تبعا له العمود السفلي فيضغط بوز الكامع البكر المخروطية فيتحرك ويتحرك معها عمود الشمعة بحرك وتساوي جزء من محيطه ده طبعا الجزء اللي احنا قلناه في الشرح بتاعنا هنا بمكتوب بشكل نظري شوية وجزء من محيطه يعود في وضعه الرأسي ويتحرك معه المدرب الخشبي حركة اخوكية الى الداخل فيجذب معه جلد زراعة اللطاشة المتصل باللطاشة للداخل وتقذف اللطاشة المكوك داخل النول حاملا خيط اللحمة الى الدرج المقابل ويرجع عمود الشمعة الى حالته الاولى بعد القذف مباشرة بواسطة او بفعل اليعي هنا مكتوبة يمكن الشرح كان افضل كتير جدا من الكتابة معانا لكن هنا بنقول بقى ايه دورة الاولى من القرنك العلوي ايه في نفس الدورة للعمود السفلي معنا كده نص الدورة التاني هيكون الجنب التاني هو اللي عليه الدور في الامرار هكذا تحدث نفس هذه الحركة في الجهة المقابلة اللي هي حركة القصف في الجهة التانية في الحتفة التالية وده بيتم عن طريق نفس خطوات التشغيل المكوك اللي كان في الجهة اللي مين وراح الجهة الشمال هيلاقي فيه كامة في الجهة الشمال وفيه عمود شمعة في الجهة الشمال وفيه مدرق وفيه سير او زراع جلدي 13 وفيه 13 وفيه كمان درج فبالتالي كل الاجزاء موجودة في الجهة الاخرى ومع نص التاني من الدورة الخاصة بالعمود السفلي بيتم الضغط او ضرب المكوك او قصفه في وسط النفس عشان يمر بخيط اللحمة هنا طبعا تعالى بقى نشوف الجزء المهم عندنا وهو حركة الكرنك العلوي مع العمود السفلي ونشوف الحركة دي مرتين مرة مع الجهاز ده ومرة مع الجهاز التالي هنا زي ما احنا شايفين عدد الاسنان او حجم التالس الصغير ده الكرنك العلوي احنا عارفين وفاهمينه وفاكرينه بتكسحته وهنا العمود السفلي بتاعي زي ما احنا شايفين باسنانه الكتير وهنا طبعا زي ما قلنا الدورة كاملة من الكرنك بتديني نص دورة من العمود طبعا ده كله بيعتمد على الادارة عن طريق المطور هنا طبعا المطور بيدور بيدي طبعا هنا فيه عارفين حركة الكلاتش اللي هو طريق العمال والبطالة هو هنا لو على العمال فبالتالي حركة الادارة وصلة للكرنك وبالتالي بيغزي الحركة لبقية الاجزاء الموجودة عندي على المكينة جزء التاني المهم وهو حركة الجهاز نفسه هنا دي حركة الجهاز هنشوفها ببطء هنا طبعا عمود السفلي بيدور الكامة خد بالك من اللبوس بتاعها هتلمس البكرة المخروطية اهيه هتبدأ تتحرك جزء من محيطها هتتطرد للخارج اثناء ترضاها للخارج العمود بيتحرك الياي بيتفرد المضرب بيتحرك السير بتاعه بيتحرك اللي الطاشر بتتحرك المكوك بيتير تمام كده الاجزاء بترجع بسبب شد الياي الياي اللي بدأ يشد بعدما زوال تأثير بوزك كاما بدأ الياي يسحب الاجزاء ويرضها تاني لوضعها الطبيعي في حتفة تانية جاية المكوك هيرجع هنا خلاص هياخد حتفة من هناك وهيترد هنا تاني يدخل ايه الدرج بتاعي تعال بقى نبص هنا على منظرة عن قرب على الكامة ادي هنا الكامة بتاعتي ودي حركة الدوران بتاعتها أثناء تلموسة طبعا الكامة عندي على الطبيعة مش بالشكل ده بالزبط بقى وضعها وشكلها والتكسيحة اللي عليها بتبقى مختلفة شوية لكن تعال هنا أثناء المرور طبعا اللي هي لو بوضعها الطبيعي ده على الطبيعة هتكسر البكرة مش هتمر من على سطح البكرة لكن هي على الطبيعة موجودة نية تلف وتمس سطح البكرة عشان تديها الدفعة المطلوبة هنا تدت لها الدفعة المطلوبة ولو لاحظنا ان العمود بدأ يتحرك وبدأ يدور جزء من ايه من محيطه الحركة بتستمر وبتنتظر الحتفة التالية هنرجع تاني للسرعة العادية بتاعتنا وكل ما هيجي الدور على البكرة دي هتتضرب في الشكل او في الوضع المطلوب هنا الليهاي طبعا وجلبة الليهاي زي ما احنا شايفين هو بيتفرد وبيتلم وهنا زراع المضرب وهنا زراع جلدة التاشة واللتاشة وهنا حركة اللتاشة بتمر على عمود بيساعدها او زي قبان كده بيساعدها على استقرار في اتجاه واحد أثناء الحركة بتاعتها بكده طبعا احنا شفنا كمان الحركة بتاعته وشفنا كمان ازاي بتمر وازاي بتتم بشكل السالس ده وعرفنا ان الاجزاء دي كلها بتعتمد في حركتها في الاساس على عمود الادارة الرئيسي عمود الادارة الرئيسي زي ما قلنا الدورة منه كم حتفة بحتفة واحدة بس المشكلة عندي هنا طريقة الامرار طريقة الامرار اللي عندي دي قلنا تمام نفتكر مرة تانية كده طريقة الامرار دي ايجابية ولا سلبية نمر واحد دي طريقة ايجابية طب يا تقليدية ولا غير تقليدية نمر اتنين دي تقليدية طب قديمة ولا حديثة تعتبر من الطرق القديمة يبقى عملية الامرار باستخدام المضارب العلوية هي طريقة من الطرق الايجابية التقليدية الاديمة يبقى هي ايجابية وتقليدية واديمة بتعتمد في النوع ده من الماكينات على تماثل الماكينة لو انت خطت كده خطت في نص الماكينة هتلقى الاجهزة بتاعة الامرار موجودة في الليمين زي الشمال تماثل في الجهازين دول بس مش في بقية الاجهزة تعالى بقى على حركة الامرار نفسها تبقى الحركة على حسب الدور الخاص بضغط الكامل انهي كامل عليها الدور هي كامل مين ولا كامل الشمال مين اللي عليهم الدور طب في بداية تشغيل الماكينة وانا بظبط الماكينة وبعملها عملية التقديم وبجهزها للتشغيل مين اللي هزبطها هي للتطلب الاول يعني اممكن في البداية اخلي الجنب اللي مين ولا اخلي الجنب الشمال مين فيهم حسب ما هتزبط الكاملات بتاعتك هي هتبدأ تشغيل ومش مهم هي تقف عند أنهي درج المهم أن المكوك لما يدخل الدرج يستقر ويثبت ده المهم عندي طيب في حوادث بتحصل من المكوك دي أثناء عملية تشغيل آه في حوادث بما أن هي مكوك قديمة وساعات الغراب اللي بيأفطرة في المكوك من الخلف ده بيبقى من كتر التشغيل بيتلف أو المكوك نفسه بيكون فيه مشكلة أو أي عواجب حصل أنه ده مصنوع من خشب مضغوط فبالتالي الوارد أنه تحصل فيه أي تلفيات أثناء عملية الإمرار أنت بكل فترة وكل مسافة قليلة بتضرب على المكوك بقوة عالية القوة العالية دي بتحصل ما بين المكوك وما بين اللطاشة احتكاك واستضام هو بياخد ضربة من هنا من الجنب اللي مين بروح الشمال بيصطدم وبيتصد فين في اللطاشة ده هو ممكن لو جيب سرعة أعلى من اللازم يكسر اللطاشة بالغراب المعدن بتاعله اللطاشة ده مش مصنوعة من معدن ده مصنوعة من لدائن عشان تتحمل قوة الإجهادات اللي تكون على النول لو تصنعت من معدن صوت هيعلى المكوك بيكون عرضة للتكسير أكتر من الوضع الحالي ده أنا كل اللي حاطت دلوقتي وكل اللي عامل على المكوك إن أنا مركب له غراب معدن وهو مصنوع من الخشب غراب المعدن ده معمله تجويف في اللطاشة حيث يرتكز المكوك بعد نهاية الحدفة بتاعته واستقر فين؟ يستقر عند اللطاشة بتاعته يبقى دي كده كانت الحركة بتاعته طب الكلام ده بيتم إزاي؟ بيتم بالحركة اللي احنا قلنا عليها دي بدوران الكرانك العلوي يدور تبعاً له العمود السفلي فيضغط بوز الكامع على البكر المخروطية فيدور عمود الشامع جزء من محيطه ليدفع المضرب داخل المكينة أنا بنسميها داخل المكينة لكن هو المكينة مش مقفولة زي الدولاب وهو بيدخل جواه لا ده مجازاً بيدخل في المنطقة اللي فيها القماش فبيدنقول عليها لداخل المكينة لما بيندفع لداخل المكينة بيجذب معاه الشريط الجلدي أو صراع جلدة اللطاشة وهو طبعاً مرتبط كمان باللطاشة اللطاشة عبارة عن برضو نوع من أنواع اللدائن زي ما احنا قلنا ومفرغ لها زي مجرة محطوط لها أو برجبة على مجرة أو زي عمود أو سيخ من المعدن بتتحرك عليه أو بيساعده على استقرار في اتجاه واحد أو في اتجاه أفكه أثناء الحركة بتاعته ليه بعمل كده؟ لأن أصلاً السير الجلدي أو زراع جلدة اللطاشة زي ما قلنا هو مارن مارن بمعنى إيه؟ بمعنى أنه وأنا بتحرك بالشكل ده لو أنا سابت أو الكلام ده ما فيش الزراع لو بيساعدني على توجيه توجيه اللطاشة هبص لها أنه الخط الطيران نفسه بيعمل لمشكلة أثناء عملية الايه؟ عملية الامرار بكده احنا اتكلمنا عن الجزء الخاص بعملية الامرار باستخدام المضارب العلوية إن شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم عن المضارب السفلية وطبعا المذاكرة محتاجين مذاكرة أكتر والرسومات أكتر عشان نقدر نكون مستوعبين للحركات والأجزاء الخاصة بالجهاز وشكرا على الخير في الحلقات الجاية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة